تتواصل فعليات معرض أهل المدارس في استقبال الجمهور بصالة جهاز تنمية المشروعات لشراء المستلزمة الدراسية ويشهد المعرض تخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 30% من قبل الشركة العارضة في إطار سلاسل المعارض التي تطلقها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء على الأسر المصرية تستمر فعليات معرض أهل المدارس لليوم السادس على التوالي في استقبال الجمهور بصالة جهاز تنمية المشروعات لشراء المستلزمات الدراسية بتخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 30% من قبل الشركات العارضة وفقا لاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية المعرض كويس ومنظمة مشاكل جيد جدا الناس هنا منتهى للزوء وفيه عارض كويسة جدا والأصعار حلوة ومنتازة بالعكس فيها هدايا كمان بتاخدها فوق الأسعار اللي هي بيعملوا عليها السيل كويسة المنتجات كلها موجودة والأصعار جميلة جدا وفيه خصومات كويسة وفيه عارض جميلة جدا ممتازة كل حاجة لقيتها من كتشهات من زي خاص بالمدارس من كشكيل من كل حاجة فيه تنوع في المنتجات كلها يعني كل مكتبة يعني غير التانية والأسعار برضو متنوع يقام المعرض على مساحة ستة آلاف متر بمشاركة مئة وتسعة وتسعين عارضا متنوعا ما بين مسلزمات المدارس من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية وملابس جاهزة وأجهزة الكمبيوتر المتوفر عند وراء تصوير إلام كراريس بندر هولدر جمال مستلزمات عندي بشارك بجلد طبيعي هند ميت بكل التقنيات بتاعته عندي كل المنتجات المتواجدة محافظ أو بورتفيهات أو شنط شنط باك باك أو شنط لابتوب أو كفرات لللاب أو الحاجات اللي هي خاصة بالمدارس بشترك في المعرض بصابون طبيعي صابون يدوي بنعمل وعملنا حاجات مخصوصة بأطفال حطينا فيها لعب عشان نشجح منهم يخسلوا أديهم بالذات إن إحنا لسه في فترة كورونا وعيس لهم يحافظوا برضو على نظفتهم وعلى كده طبعا عشان نشارك في المعرض إحنا منشارك من لجمة المرأة من الغرف التجارية وكان ضروري إن إحنا نعمل خصومات على الأسعار عشان نشارك في المعرض عملنا أكثر من خصم سواء خصم على المجموعة وخصم على الأسعار بعض الصابون وهي بنشارك في المعرض ومبسطين إحنا بنشغل في بازلات وألعاب تعليمية تنمية مهارات بعملها شغلها ندميد وبننزل برضو أحيانا معارض أسر منتجة والحمد لله يعني ما شاء الله لك بالحلوة يعني المنتجات المعروضة ضمن معارض أهل المدارس مصنعة محليا بنسبة 80% وجميع الأدوات المكتبية متوفرة في المعرض من خلال 40 شركة كبرى بالإضافة لتشكيل مجموعات عمل لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته